أمر أميري بتعين رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ الخامس من جماد الآخر لعام 1442 هجرية الموافقة الثامن عشر من يناير لعام 2021 ميلادية بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورة التقليدية أمرنا بالآتي مادة أولى يعين سمو شخ صباح خالد الحامد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعينهم مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في الحادي عشر من جماد الآخرة لعام 1442 هجرية الموافقة الرابع والعشرين من يناير من عام 2021 ميلادية ترجمة نانسي قنقر